أهم رياضة فكرية لعلماء الجزائر خلال العهد الأثماني السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر أو مرجع المعلومات وأهم رياضة فكرية كان العلماء يرضون فيها وردهم هي حل مسائل المراث والمجادلة في جزئيات التوحيد والفقه والإعراب ولعل أبرز ما تان يجمعهم على الرياضة الفكرية والتسلية وحلل الغاز فتتشاعت بينهم وتانوا يتبادلونها ويترسلون بها ويتحدون بعضهم البعض بها ويرضون في حلها الساعات الطوال ومما أظن عليهم ذايتا لغز هاج الصنبر الذي دار بين سعيط الدورة وأحمد المطري وتذايتا لغز السبع الذي وضع فيه أحمد البوني تأليفا خاصا وطدقال ابن حمدوش الذي أولده فتدولناه بيننا يعني علماء مدينة الجزائر حتى بلغت العالم وأدي في البلد فلم يفتط بطرته ولم نجد علما عند أحد به واشتغط في محاولة حل هذا اللغز علماء الورد أمثال براتعة بن باديس ويحيى الشاوي وبعض علماء تونس والمغرب أيضا ومع ذلك لم يهتد أحد منهم لحله الحقيقي ذكره ابن حمدوش في رحلته وفيها تفاصيل ذلك أما لغزها جسمبر فقد أولده الفتون في منشور الهداية ومحمد تدول في جليس الزائر وأنس السائر وفي رحلة ابن حمدوش أيضا الغاز كان شيخه محمد بن ميمون يجالسه بها وقد كان براتات بن باديس من الملاعين بالتلغيس حتى أنه ملاء تقييد المسمى نزع الجلباب بمجموعة من الغاز كما سنفكره في الجزء الثاني اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما باريت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد